اشتركوا في القناة اخواتي في الله نحييكم بتحية الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعا وإياكم في حديث الفجر في قناة الفجر ومع الموسب الرابع في نداء الرحمن لأهل الإيمان الله عز وجل ينادينا في هذا النداء فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم أي أدخلوا في الإسلام كافة طب ما هم مؤمنين ليه بدخلوا في الإسلام كافة هذه آية نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه هذا الرجل الذي كان من أحبار اليهود وأسلم هذا الرجل وأصبح وحسن إسلامه وهو عندما أسلم وحسن إسلامه وكان من أحبار اليهود جاء في قلبه شيء قال مدامة التوراة من عند الله والقرآن من عند الله لماذا لا أقرأ القرآن وأقرأ معه شيء من التوراة مدام جاء الآن الزبور وفيه بعض الوصايا لماذا لا أقرأ من هذا مدام من عند الله عز وجل أقرأ فيها وأقرأ مما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا رسول الله أجأ في بالي هذا الأمر فما رأيك في ذلك فأنزل الله عز وجل هذه الآية قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام بكليته ما بيصير أن أنا أقول إنسان مسلم مؤمن وأعمل المعاصي والذنوب الآن ما بيصير أنا إنسان مؤمن ومسلم بديش أنا أزكي أنا إنسان مؤمن وبيصلي وماشاء الله لكن الصوم بقدرش بديش الصيام ما بدي الصيام أنا إنسان ماشي مؤمن وماشاء الله بعمل كل شيء هذا الحج رجاء الإنساني بقدرش عليه واليوم إحنا بنلاحظ أنه بتقول لك أنا إنسان مسلم وبعرف الله وماشاء الله لكن ماله لبساس كصير لكن ماله مفرعة بتقول لك الدين في القلب الدين مش جاش الآن بس مجرد الآن شكليات لا إنما الدين للظاهر والباطن على العكس قال ما وقر في القلب وأنه صدقه العمل إذن كونه الآن إيمان حقيقي في قلبك سيصدق ذلك أشماله العمل الذي تعمله الله على الينادينا لرجعنا إلى إسلامنا الحقيقي وإلى هذا الدين على الوجه الذي أراد الله والله عز وجل قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهنا الآن المصيبة والمصيبة العظمى إنه اليوم بتقول لك أنا يا عمي صح مسلمي كذا بس أنا حر إلي حرية الشخصية مبارح كان الآن إحدى النساء بتقول أنا صح بصلي لكن موضوع إني أحط شالي على راسي هذا أنا إشي مش مقتنع فيه تأني أنا أقتنع فيه أنا حر الآن مش حر إنت حريتك تنتهي عند أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصر الإنسان يأخذ الدين على خاطر لأن من اللي بيقرر هذا العمر هو الشيطان الله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان الآن ربنا قال هذا الشيطان الذي زين لهم أعمالهم سنزين له هذا العمل ليش أنت طلع هذا الجمال وهذا كذا تحرم الناس بالنوع هذا الجمال الآن تغطيه وتخبيه تحط الآن جلبيبه وتكمكم حالك ليش وشو فيها لو حطت الآن مكياج خفيف وكذا ليش حرام ليش حرام سبحان الله العظيم إحدى المرات كان فيه لقاء تلفزيوني لقاء مع شيخ بتقدم مذيعة وكان سؤال عبر هذا التلفزيون وإذا بيه امرأة بتقوله يا شيخ المكياج الخفيف حلال ولا حرام مين اللي جاوب المقدمي مقدمي اللي جاوب اللي قام مع الشيخ بتقوله طبعا حلال مين قال إنه حرام الله أكبر والإنسان يعمل إيش كيف تجي إيش حياتي بدون ما يحط الآن هذا النوع من واع المكياج كيف تجي يطلع الآن يواجه المجتمع بدون هذا المكياج فاستغرب الشيخ وكان لو أنا من عارف أنه بتجاوب بجفتي الآن أنت المفتي ولا أنا المفتي سبحان الله العظيم قلت يا شيخه بدأت الآن في نقاش حاد مع الشيخ اللي جابي معاه اللقاء للأسف الشديد إيش تثبت بتتأكد على إنه حرام عليكم اتكوا الله ما بيصير تقوله هذا حرام الآن هذه الآن حرية هذا الآن جمال ربنا الآن جعله للمرأة ليش يحرموا الناس منه إذن سبحان الله العظيم صار الدين على مزاجنا صار الدين على خاطرنا زي بعض عمال في إسرائيل كبشتغلوا بقول لي يا شيخه بصراحة إحنا بنتأخر وكذا بوضع تعرف صعب إحنا بصراحة بنجمعهم بس الروح كلين الصبح والدور والعصر بجمعهم كلين مع المغرب بقول لي ما بصيرش يا عمي لا يجوز قال هي أنه والله أكبر يعني أحسن ما صليش لا لازم تصلي بالطريقة اللي بدو إياها ربنا واللي بدو إياها النبي عليه الصلاة والسلام ما بصير تختار على مزاجك واليوم بعض الناس منهسة مجهز حاله لرمضان الآن مجهز حاله في رمضان إنه إيش إنه بقول لك أنا يا عمي بصراحة برمضان بقدرش أكتع شغلي لازم أفطر لازم أفطر إخواني الكرام هذه قضية خطيرة جدا جدا أخي الكريم عليك أن تعقد نية الصيام وتروح ونت صايم الآن أصابك ألم أصابك مرض عطشت عطش شديد جدا أدى بيك إلى مشكلة كبيرة بعد ذلك تفطر بصير عليك حكم الإيش أو وقوع الضرر عليك أما من الآن تعقد النية من قبل رمضان وإنت تعقد النية إن بدك تفطر في رمضان هذا كلام لا يجوز كلام حرام إخواني الكرام هذا ركن من أركان هذا الدين الصيام ركن أفترضه الله عزل علينا كما قلنا قول الله عزل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام إذن لا يجوز للإنسان أن يأخذ جزء من الدين ويترك الآخر بقول لك الآن هذه حرية شخصية أنا بدي حط مصرية في البنك ما يلوش الدين فيه أنا الآن الدين بصلي وبصوم وبعبد الله لكن إيش ما قال ربنا قال أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا الآن حرام في شرع الله عز وجل وهذا كله من تلبيس الشيطان لنا أو بتلاك العريس أو العروس ليلة الآن عرسهم بقول لك هذا اليوم إحنا مسامحين في عند الله عز وجل ما بيصلي ويترك الصلاة هذه مصيبة مصيبة عظيمة جدا إخواني الكرام علينا أن نتقل الله عز وجل والله عز وجل قال قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم الله عز العزيز مش بحاجة لعبادتنا مش بحاجة لصلاة مش بحاجة الآن لعبادتنا الله عزيز وهو حكيم جل جلاله سيحاسب كل إنسان على ما صنع وما فعل في هذه الدنيا فالله عز وجل ندانا فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كافة ولا تتبدل ولا تبدل ولا تغير وكن عبد الله كما أمر الله عز وجل من عباده الطاعين انظر إلى ماذا قال الله عز وجل قال ناصية كاذبة قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية إذن بعض الناس بيصلي بقوم والآن يشوف النصارى ولا غيرهم بيغضي حياته في داخل كنيسة ولا الآن اليهود كمان بيغضي حياته أبدا بالمبكى ولكن نهاية المطاف إلى نار جهنم العياذ بالله عشانك الآن إياك تخسر الآن كمان حتى بعض الناس يصلي وماشاء الله عليه لكن يخالف أمر الصلاة لتنهى عن الفحشاء والمنكر قال فإن صلاة الأف بخرقة سوداء تضرب في وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني أخي الكريم حتى الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن منهم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش اتخيل إذن تصوم تصوم وبالأخير لا تنال من ذلك أجر شيء هذه خسارة عظمى ليه؟ أنه بصوم وباستغيب وبعمل المعاصي والفواحش والعياذ بالله إذن هذا ليس بصيام سبحان الله العظيم من أجل ذلك علينا أن نقول سمعا وطاعة لأمر الله فإذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا سمعا وطاعة يا رب وكذلك الحال إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أمر فقل سمعا وطاعة إلى ذلك الأمر أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الطائعين المنيبين المكيمين لحدود الله وأسأل سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا إنه هو التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة